دا ايديتة بطل فيلمنا النهاردة اما ديفا بتكون غيت وفيلمنا بيبدأ وهو في اجتماع وبين عليمة داي وإزعلان وكل الناس اللي حواليه عملها بتتخانق وده بيخاليه سب المكان ويبعد عنهم وبيروح يركب عربيته ومش عايز حد يكون معاه وبعدها بيوصل لفرح حبيبته اللي سابته وبتتجاوز واحد غيره وعمال بيبص لها وصعبانا نفسه عليه ووقتها بيرجع لعربيته بيحط المفتاح وتليفون المحمول عليها وبيفضل ماشي وما بيكونش عارفه ورايح فين وحسس النوتايه ومش قادر يستوعب كل اللي بيحصل حواليه لحد ما بيلاقي نفسه وصل لمحطة القطر ولما بيشوفه ماشي قدامه بيقرر يركبه والساعات بتظهر لنا غيت والناس بيساعدوها وبيدخلو على العربية في اللحظة الأخيرة وبتروح تلاقي ايدي تقعاد مكانها وبتخلي سيبه وفي الوقت دا بيكون سرحان ومش مركز معاها وهي بتفضل تكلمه وبنشوفها رغاية جدا ومش عايزة تفصل فبيزهق منها وبيسابل وحدها وبيفتح باب القطر وبيكون واقف وعنده رغبة كبيرة في الانتحار لكن غيت بتنادي عليه وبتحذره يخلي باله علشان ما يموتش وبعدها بتسأله مالك وإيه مشكلتك وعملها بتتكلم كتير فبيقول لها انتي مشكلتي ويا ريت سكوتي ومش عايز اسمع صوتك وبعدها بيغلط فيها ولما بيتأسف على كلامه بتقوله ميزاعلانة منك لانها بتحبه واحد وهتهرب معها لشان تتجوزه من غير ما أهله يعرفه وبعدها بتنام وبنشوفها بتتكلم نفسها ولما بتسح بتلاقي ايديتا مش موجود وبيتتضح انه نزل من القطر وهي عملها بتنادي عليه وبتكرر تروح له علشان تقنعه يرجع لكن ما بيسمعش كلامها ولما بتحاول تلحق القطر للأسف بتقع على الأرض وفي نهاية الأمر بيمشي من غير ما تركبه والساعتها بترجع لإيديتا وبتفضل تزعقله لانه السبب في كل حاجة وبتقول له لازم تسلع غلطتك وتوصلني للأطر تاني فبيروح يركبها تاكسي علشان يلحقوه في المحطة اللي بعدها والسواق بيكون ماشي براحته وهيوصله من السنة الجاية فبيتطر إيديتا ياخد مكانه وبيسوق بسرعة جنونية لحد ما بيقدر يوصلها في المعد المطلوب وبيلقوا القطر موجود في المحطة فبيقول لها تركب ومش عايز يشوفه الشاعة تاني فبتروح تشتري إزازة مية وعمالها بتتخانق مع البياع لشان سعرها غالي وبتتفاجئ ان القطر بيتحرك وهي ما كانتش واخدة بالها وكالعادة بتفضل تجري وراء لكن بيفوتها للمرة التانية وساعتها بتلاقي نفسها في كرسة ومش عارفها تتصرف ازاي فبتروح لمدير المحطة وبتلاقي عمال بيعاكس فيها فبتكرر تهزه وبترفض كلامه ولما بتخرج من عنده البيعين بيفضلوا يضايقوها وكله عايز يستغلها فبتطلع برا المحطة وبتشوف بنات واقفة فبتروح تنضم ليهم لكن بتعرف انهم بنات ليل وهي موجودة في المكان الغلط وفي واحد بيتطردها وبيحاول يقرب منها لحد ما بتلاقي ايديتا ماشي قدامها واول ما بتشوفه بتحضنه وبتكون فرحانة وبيعرف انها فوتت القطر تاني وبيكون مستغرب وساعتها هم الاثنين بيتعرفوا على بعض وبيكونوا اصدقاء وبتقول له انت السبب في كل مشاكل وكالعادة عمالة ترغي وهو مش عارف ازاي يتخلص منها وبيروحوا الفندق مجبوه وبيأجر الغرفة بالساعة وهما ما بيكونوش عارفين ولما بيطلعوا القوضة بتفضل تتكلم معاه وبتقول له ما تحاولش تفكر فيها لانها بتحب واحد تاني فبيضطر يطلع لها صورة حبيبته اللي سابته وبيحكي لها انها تجوزت وبعدت عنه فبتخليه يولع فصورتها علشان يستريح منها ويقدر ينساها ويطلع الطاقة السلبية لجواه ووقتاها صاحب الفندق بيقولهم هربوا لان الشرطة هجمت المكان وكلهم بيطلعوا يجروا علشان محدش يقبض عليهم وساعتها بيركابوا الاوتوبيس ويديتا بيلاحظ انها بنت مجنونة واخدت الدنيا ببساطة وعايزت تهيش حياتها بالطريقة اللي تعجبها وتاني يوم بيكونوا في الطريق للقرية بتاعتها ومع الوقت بيقربوا البعض جدا وهم الاثنين بيتعاملوا بتلقائية وبعدها بيقول لها انا ايديتا ابن رجل الاعمال كشياب وهي بتكون متفاجأة جدا ومش قادرة تصدق نفسها وبتقول له انت اللي امك سابت ابوك وهربت مع راجل تاني فبيتداق جدا وبيقول لها للأسف كلامك صح وهي ضمرت صمعتنا وخلت شكل وحش قدام كل الناس فبتحاول تهدي وبتقول له انها مغلطتش لما حبت واخترت الانسان اللي هي عايزاه فبيطلب منها تسكت لانها مش فاهم حاجة ولما بيجي الليل بيوصلها للبيت بتاعها واول ما جدها بيشوفها بيسألها مين الشاب اللي معاكي فبتعرفوا عليه وبتقول له هو الوحيد اللي وقف جانبي لما القطر فاتني ومرديش يسيبني لحد ما جبني عندهم وجدها بيكون شاكك ان في علاقة بينهم هما الكنين ومع ذلك بيشكر ايديتا وبيطلب يعيش معهم في البيت لمدة اسبوع وتاني يوم بتقابله وبتعرفوا انها في مشكلة كبيرة جدا وهي ان اهلها عايزين يجوزوها الواحد اسمه مانجت وكان صديقها من ايام الطفولة والايلتين يعرفوا بعض من زمان وبتقرر انها تهرب وتسيب البيت قبل ما يحصل الجواز فبيعترض على كلامه وبحظرها تعمل كده لكن هي بتكون مصممة وبعدها منجب واهله بيوصلوا البيت وبنلاقيها مجبرة تتكلم معه بطريقة طبيعية علشان اهلها ما يحسوش بحاجة غريبة ولما بيكونوا مشيين مع بعض بتسيبه وبتروح تقف مع ايديتا وفي الوقت ده بتبوسه وبتمثل انها بتحبه وعمله بتحضن فيه ومنجت بيكون شايفهم وبكده الخطة اللي عملتها بتنجح ويديتا بيقوله انها كدبة وبتتحك عليك لكن ما بيصدقش كلامه ولما بيجي الليل بتروح لقطة وبتحاول تصحي من النوم وبتعرفوا انها هتهرب علشان تتجوز حبيبها انشومان فبيقرر يهرب معها لانه لو فضل في البيت ممكن يموتوه لكن بيكتشف ان حبيبها ما يعرفش انها هتهرب علشانه فبيسألها انت ليه مجنونة وعايزة تضيعي نفسك فبتقول انا حرة في حياتي وبحب جول مغامرة ومش عايزة حد يتحكم في مستقبلي واول ما هتتجوز انشومان هترجع لأهلها وهتطلب منهم السماح وبتسأله وانا كده ماشي صح فبيقولها للأسف انت غلط بس في الحب كل شيء مباح واكيد أهلك هيقدروا موقفك في يوم ووقتها بيجرب وبيسيبوا البيت ويمشوا ولما بيطلع الصبح بيوصلوا للمكان اللي فيه انشومان وهو للأسف بيودعها وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها وشكله حبها لكن ما بيعترفش ليها وساعتها بيمشي وبيكون متضايق علشان فرد فيها بكل سهولة وبعدها بيرجع لحياته الطبيعية وعايز يحل كل مشاكل شركته وبيعود مع أمه وبينهي كل الخلافات اللي بينهم وبيطلب منها تفضل معاه ومع مرور الأيام بيبدأ يشتغل وبيحب الحياة من أول وجديد وعمال بيفتكر في غيته وبيتخيل انها معاه وعمالين بيرقصه وبيغنوا مع بعض وهي اللي مديه له القوة علشان ينجح في كل حاجة بيعملها وبعد مرور 9 شهور بيعمل مؤتمر وبيعلن عن صدور بطاعة اتصال وبيسميها غيت وساعتها أهلها بيشوفوا قدامهم في التلفزيون فبيروحوا لمقر شركته وعمالين بيتخنقوا مع ايديتها وبيسألوا عن غيت وبيفضلوا يترجو ويرجع لهم بنتهم بعد ما خلها تهرأ معاه وبيتفاجئ انهم ما يعرفوش عنها حاجة بقالهم 9 شهور فبيحاول يطمنهم وبيوعدهم خلال 10 أيام هشوفوها تاني فبيقرر يروح للمكان اللي عايش في أنشومان ولما بيشوفوا بيسألوا عن مكان غيته عايز يرجعها لأهلها لكن بيقولوا ما عرفش عنها حاجة وانها بنت مجنونة وكانت فرضى نفسها علي ومستحيل يتجوزها فأيديتها بيزعقلوا بيقولوا انها ما رجعتش البيت من 9 شهور وما حدش عارف هي فين وبيكون متدائق جدا وساقيتها بنعرف انها رحت له وهو رفض يتجوزها وعملها الطريقة وحشة جدا وبعدها سبها ومشي وفضلت تطرده في كل مكان لحد ما قالها تخرج من حياته وأكبرها تبقى عنه وبعدها بتقعد لوحدها وفي واحدة بتشوفها وبتحاول تساعدها وبتشغلها معلمة في مدرسة علشان تعتمد على نفسها وبنلاقيها دايما سرحانة وحياتها تغيرت بشكل كبير ويديتها بيشوفها في الشارع وبيكون ماشي وراها وعايز يقرب منها من تاني لحد ما بيروح لها البيت وبيبدأ يتكلم معاها وبيلاقي الحزن باين عليها ورفضة ترجع لأهلها بعد كل حاجة عملتها فيهم وبتقول له انت ساعدتني كتير ولازم تسيبني لوحدي فبيقول لها بالعكس انت اللي ساعدتيني وخلتيني إنسان ناجح وارجع يحب الحياة من تاني وصلحت علاقتي مع أمي ومستحيلة سيبك لوحدك أو تخلى عنك وفعلا بتقتنع بكلامه وبتوافق إنها ترجع لأهلها وبعدها بياخدها للفندق وبيشوفها لسه زعلانة وبتلم نفسها علشان إنسانة ساسجوة وبسيطة وده اللي خلي أنشمان يسيبها ويتخلى عنها فبيقول لها خرجي من حياتك لأنه مش بيفكر فيكي وبيخليها تكلموا في التليفون وتشتموا واتطلع الطاقة السلبية لجوها فيها علشان تستريح وتاني يوم أنشمان بيروح لهم وبيطلب من غير يتكلم معاها وبيفضل يتأسف علشان سيبها وتخلى عنها وإنه مكانش مستعد للجواز ودلوقتي موافق يروح لأهلها ويطلب إيديها ووقتها بتتكلم مع إيديتا وبتأخذ رأيه يقول إنها محتارة فبيقول لها ترجع له وتمشي وراء قلبها لأنها لسه بتحبه وبيبان عليه الزعل لأنه بيفرط فيها وبيضيعها من إيديه وبنشوفه واقف لوحدهم الدايق ومش عارف يتصرف إزاي وتاني يوم بياخدهم لبيت وعايز يعرف أنشمان على أهلها علشان يتجوزوا لكن بيرحبوا بيهم وبيتعاملوا مع غيط وإيديتا على إنهم في الأساس متجوزين وده بيخليهم مصدومين جداً ومش عارفين يعملوا إيه وساعاتها بيتفقوا لازم يعرفهم الحقيقة ويصلحوا سوء التفاهم وأهلها بيقولوا لأيديتا يعملوا فرح من أول وديد علشان شكلهم قدام الناس وما بيكونش عنده اعتراض وإيديتا بيتكلم مع أنشمان وبيحاول يهدي وبيعرفوا أن غيط هتكلم أهلها وهتفاهمهم كل حاجة وفي نفس الوقت غيط بتحاول توضح لأمها الحقيقة لكن بتخافوا بترجع في كلامها لأن قلبها رفض تتجوز أنشمان وبعدها بتقابل إيديتا وبتقولوا أنها ما قدرتش تقول لأمها الحقيقة وبيلاقيها زعلانة جداً فبيحاول يضحك وبيهزر معاها واخد الدنيا ببساطة ولما بيطلع الصبح بيقول لها نمسافر وهرجع لحياة الطبيعية وبيحاول يهدعها وبيتمنى يشوفها دايماً سعيدة وبعدها بتقابل أنشمان وبيقول لها لازم أهلك يعرفوا أننا العريس مش إيديتا وللأسف ما بتكونش مركزة معاه وعملها تفكر في كل ذكراتها مع إيديتا وإنها لو سابقته مش هتعرف تعوضه تاني وده بيخليها تسيب المكان وبتطلع تجري وعملها بتدور عليه لحد ما بتوصله وبتسأله أنشمان واقف وراها فبيقول لها آه فبتحضنه وبتلاقيها عملة بتعيط وبتقول له أنا بحبك ومستحيلة خليك تبعد عني وإيديتا ما بيكونش مصدق إنها رجعت علشانه وأنشمان بيكون شايفهم وبيكتشف إنهم بيحبوا بعض وساقاتها بيعملوا الفرح وقوموا بتوصل للمكان وبيعرفها على غيط وبعد سنين بيخلفوا بيقشوا حياة سعيدة ويجدهم بيحكي كسة حبهم للأطفال الصغيرين ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد اشتركوا في القناة